يا اهلا بكم في The Ultimate Flutter Course مع محمد فاتحي من قناة كوتستارت ومازلنا بنشرح من كتاب الابرينتس دارت ووصلنا الى شابتر تسعة الادفانسد كلاسز وقلنا هنا هنتكلم عن السوفتوير ديزاين وهنتكلم عن بعض المفاهيم المهمة زي الانهيريتنس الانترفيس الميكسنز الاكسينشنز الاكسينشنز الاكسينشن ميسودز وشرحنا يعني ايه هنبدأ بالانهيريتنس ويعني ايه انهيريتنس وقلنا احنا عندنا مجموعة من او الخصائص المشترك ما بين اكتر من كلاس بجمحها في كلاس بيرنت اه وبخلي بقى الكلاس ستارس من الكلاس البييرنت ده والكلاس البييرنت بنسميه السوبر كلاس والكلاس اللي تشايلد بنسميه الساب كلاس او اللي تشايلد اه هنبدأ النهاردة نكمل الجزء ده ونشوف الجزء ده عملي اه لو احنا رحنا كده فتحنا الفي اس كود وعملنا بروجيكت جديد رحنا على قيمة اه فيو ومن فيو اخترنا نحزب بس كده البروجيكت اللي كان موجود ده من قيمة فيو ومن فيو اخترنا اه كوماند بالت ودارت نيو بروجيكت اخترت دارت نيو بروجيكت وبعد كده هيبقى نوعه كونسل ابليكيشن وبنختار اللي هنحفز فيه وليكن هنا الدارت لسونس فولدر في السي وبقول له سلكت بسلكت الفولدر ده كده تمام وبدلوا اسم هنا وليكن مسلا بعنوان الباب بتاعنا احنا قلنا بنشرح في الباب التاسع من كتاب الابرينتس دارت وسمينا هنا اه هيبدأ البروجيكت ينشأ احنا اه عاوزين نبدأ نشتغل زي ما قلنا كده لو احنا كنا احنا هنا اه بنعمل لمدارسة زي ما قلنا مسلا كده وقلنا او انت داخل المدارسة هيقبلك او هتبقى هتلاقي او هتلاقي اه هيبقى موجود عند وهيبقى موجود عندنا اه فاحنا عاوزين نبدأ ننشأل اتنين كلاس دولي والتيتشر طيب هيبقى عنده ايه هيبقى عنده من ضمن الفيلدس اللي هتبقى موجودة داخل الستودنت هيبقى الفيرست نيم واللاست نيم والجريد التقدير بتاعه او الدرجة بتاعته هو اي جريد اه هيبقى عندنا من ضمن التيتشر كمان هيبقى عندنا التيتشر والتيتشر ده هنحتاج برضو الفيرست نيم واللاست نيم والدبارتمنت القسم هو ده مدرس عربي انجليش اه 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 علوم وهكذا يعني اه فهنبدأ كده بالبي اس نفتح البي اس كود وهنه هنرموف كل اللي موجود دلوقتي وهنبدأ بالمين مثل المين اهي اه وبعد كده هروح بقى على اه هنيجي هنا في البن وهبدأ اعمل الفايل الفايل ده هسمي جريد دوت دارت هنحتوي هيحتوي على انم الانم ده اسمها جريد وهيبقى فيها مثلا الجريد اه بي سي دي مثلا و اي و اف و هعمل انم تانية خاصة بالدبارتمنت هسميها دي بارتمنت دوت اه دارت وهيبقى فيها هنا برضو هي عبارة عن انم اسمها دي بارتمنت دي بارتمنت هايبقى عندي مثلا هنا عربيك عربي انجليش و ساينس و مثلا اه ماث تمام حاجة مثال بالشكل ده وبعد كده هبدأ بقى بالكلاس اه ستودينت هنبدأ اناعمل هنا ستودينت و ادي كلاس ستودينت اهو يا شباب كلاس بابدأ اعرف كلاس ستودينت والكلاس ستودينت ده هيبقى عندنا مجموعة من البروبرتز هيبقى عند مسلا هنا اه سترينج في وسترينج في الاستنيم والكنسطلقتور عندنا و نقول كمان عندنا البروبر الجريد 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 دا هتكون لسته من الجريد بالشكل ده كده الكنستركتور بقى لعشان نعمل ندي قيم للفيرست نيم واللست نيم عن طريق الكنستركتور فهيبقى عندي هنا الكنستركتور طبعا انتو عارفين الكنستركتور بياخد نفس اسم الكلاص ومالوش اي ريتيرن طيب مش بقوله فويد او اي حاجة لأ هو على طول ستيرنت وبعد كده بفتح الاكواس وبقوله هنا this.first name هنبعت الفيرست نيم with this.last name تمام واشرح لك كلام ده كله في الباب الخاص بالobject oriented بعد كده ممكن اعمل method او property بتجت الفول نيم هتبقى string هنا get هيبقى اسمها الفول نيم full name قلنا انت حاجة وارسها وبتغير في بتاعها طيب انا دلوقتي مش بارس من اي كلاس لأ احنا بتارس قلنا اه انت اي كلاس عندنا والمعلومة دي مهمة جدا يا شباب اي كلاس عندك هنا بيارس من الكلاس اي كلاس هتعمله هتلاقيه automatic بيارس من كلاس كبير عندي هنا اسمه اه object اللي هو النالبل object والكلاس object ده automatic برضو يعني انت دي وقت عملت الكلس student فالكلس student يبيارس من مين بيارس من object اكباري فهي كأنك انت هنا كاتب كده ان الكلس student ده بيكستنس object بس انت مكتبتش كده بس هو automatic بيتكتب كده تمام هو اي كلاس عندنا في الدار تلازم يارس من مين من object عشان كده انت هتقدر ايه لو عملت كده هتلاقي ان انت هتقدر ايه يعني مش شغال بس في النهاية ايه هي موجودة معايا دلوقتي ان انا اقدر او و هنوفر رايد مع بعض اهي زاهرة اهي تو سترينج automatic هقدر ان انا اوفر رايد تو سترينج فلو عملت كده خلاص باوفر رايد وبيرجع بالسوبر السوبر هنا بيعود على مين على البيرانت بتاعنا اللي انت هنا في بيرانت مكتوب اللي هو الاوبشيكت فلو رجعنا كده وكملنا هنا مع بعض هتلاقي ان انت اي كلاس عندنا الكلس الكلس student دلوقتي اللي انت عملته الكلس student بيارس automatic من ايه بيارس دلوقتي من الكلس كلاس student هنا بيارس من الكلس اه اوبشيكت طيب وكلاس اوبشيكت ده برضو بيارس من كلاس كبير كده اللي هو اوبشيكت برضو بس ايه اوبشيكت نالابل المعلومة دي مهمة جدا يا شباب هتلاقي ان احنا عندنا برضو هنا بيارس من الكلس اوبشيكت نلبل احنا دلوقتي عشان انا بارس هنا من اوبجيكت فاقدر ان انا اقدر اوفر رايد ايه اقدر اوفر رايد التو سترينج ايه وفي التو سترينج انا عملت الاوفر رايد انا هاريتيرن بس هاريتيرن اللي هي البروبرتي اللي اسمها فالنيم فانا هنا هاريتير ممكن انا لقي اصلا الاكواز دي كده واعمل الارو نوتيشن بالشكل ده واقول هاريتيرن هنا الفول نيم يبقى انا كده عند الكلاس ستودينت جاهز اقدر الكلاس ستودينت انشئ دلوقتي اوبجيكت من الكلاس ايه ستودينت وابعط له الفيرست نيم واللاست نيم وكمان الجريد لو انا محتاجة بعت الجريد فانا لو جيت هنا في المين مسلا اقدر ان انا اخد اوبجيكت من الكلاس ستودينت فاقول له مسلا هنا فار اس وان اكوال نيو او مش محتاج نيو اكوال ستودينت على طول ونبعت هنا الفيرست نيم مثلا محمد واللاست نيم فاتحي كده انا اصبح عندي اوبجيكت بالشكل ده لو حبيت ان انا اطبعه هقول له برينت الاسس وان هتشتغل الايه التو سترينج وترجع لي بالفيرست نيم زائد لو جربنا كده مع بعض وعملت ران هيتبع الفيرست نيم زائد اللي هو محمد فاتح اللي هو الفون نيم طيب كده احنا مشين تمام طيب يلا نبدأ مع بعض كده هننشئ الكلاص احنا كده عملنا اول كلاس عندنا اللي هو الكلاص مين يا شباب الكلاص ستودينت فانت كده ماشي معايا تمام وعملت الكلاص ستودينت وتبدأ تكاريت او تنشئ لو جا طالب يسجل عندك في السيستم هتبدأ تنشئ له او تكاريت او اول انستنس او انستنس من النوع مين من النوع ستودينت تعالوا مع بعض كده نشوف بقى فلو رحت هنا مع بعض وعملت كلاس تيتشر هحتاج من اي تيتشر عندي انت بتسجل فيا ترى هنا تيتشر هيكون محتاج ايه هعمل كلاس الاول تيتشر اهو تيتشر فانت وانت كده في المدرسة هفكر كده شوية هتلاقي ان انت اي مدرس عندك محتاج منه ايه محتاج اه ومحتاج ومحتاج كمان وكمان محتاج هو هيشتغل في اي مسلا ده يعني ايه المنمم اللي انا ممكن ناخده انما طبعا ممكن نضيف اي بعد كده و وده هيكون انا بديله هنا بحدد الطيب بتاعي الطيب هيكون من نوع اللي هي الانم وده لستة بالشكل ده يبقى ممكن او مش لازم يكون اه يعني ممكن احدد كده ومش هيبقى فيه اكتر من قسم لو المدرس ده في قسم واحد ممكن نقول له هنا دي بارتمند دي بارتمند حاجة بالشكل ده طيب اه ممكن نخلي ده نالبه دلوقتي مبقاش انا عارف القسم ايه. فممكن اعرف ده على ان هو ايه. فلو رجعنا هنا. او نخليه اكباري ونبعث ايه البرامتر معنا هنا. لو احنا حولي بعت ايه البرامتر. فنبعثه في الكون ادي الكون بتاعنا اللي هو هيكون تيتشر. على حسب انت بقى عاوز تعمل ايه في النسبة للدبارتمنت. عاوز تخلي الدبارتمنت هيبقى نقصينه فيما بعد. فممكن انت ايه تدي له هنا ان هو يكون نالابل. وتقصينه فيما بعد يعني مش لازم داخل الكون وممكن نبعثه مع بعض مع الكون ستركتور مع الفرست نيم واللست نيم والدبارتمنت. هنشوف مع بعض الكلام ده بنعمله ازاي. اه هنيجي هنا في الكلاص اه تيتشر وهنقول له this dot اه الفرست نيم. و this dot اللاست نيم. هنبعت اللاست نيم وكمان نبعت الايه الدبارتمنت. this dot department. تمام? وكمان هنعمل ايه? هنوفر رايت برضو اللي هي اه الفول نيم او هنعمل بروبرتي الاول زي ما عملنا هناك كده. string get. وهنسميها الفول نيم. full name. وهنرجع ب string interpolation اللي ايه? للفرست نيم. نكون كات مع بعض. نكون كتينيشن. وشرحنا يعني 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 بجمع اه اتنين variable هو. الفرست نيم. اه و last name. اه يبقى انا هنا ما اقول يا جماعة انا محتاج الفول نيم بتاع المدرس ده. هيرجح هو يبعتلي يرجعلي بالفرست نيم مع اللاست نيم مع بعض. طيب لو انا حبيت اطبع الوبجيكت على طول هتشتغل تو سترينج. فانا عندي كمان هوفر رايت تو سترينج. وممكن هنا في الوفر رايت تو سترينج اريتيرن. ممكن نعملها كده. اريتيرن هنا الفول بالشكل ده. وممكن اعملها بالارو زي ما شرحنا شكلها افضل. ومضغوطة بالارو زي ما شرحت في المسال بتاع الستودينت. يبقى انا كده ايه? عندنا اتنين اللي هو تيتشر وستودينت. لو انت بصت كده في الاتنين كده شوية. ويعني يعني ركزت شوية هتلاحز حاجة مهمة جدا مشكلة كبيرة جدا احنا واقعنا فيها. وحلت والحل بتاعها اللي هو عن طريق الانهيرتنس. ايه المشكلة ايه? المشكلة اللي هي رايدن facil دوبليكيشن. الكود متكرر. انا عندي هنا ان اي ستودينت محتاج فرست نيم. لاست نيم دول موجودين هنا. وكمان الجزء ده اللي هو اه الاوفر رايت كمان. او الجزئية دي كمان هنا موجودة اهي. ان انا بريتيرن الفورستينيم زائد او الفرست نيم زائد لاست نيم ده تكرار موجود الجزءية دي وده كمان هتلاقيه هم دول موجودين برضو نفس الويل توسترينج برضو معانا هتلاقيهم برضو متقررين في ايه في التيتشر بالزبط كده هتلاقي ده موجوده يبقى التكرار ده او ده يعني يعني ده مشكلة كبيرة جدا لان اللي حبينا نعدل هنعدل هنا ونعدل في القلاس التاني فبالتالي تكرار الكود مش مش حلو يعني فاااا الوب حل المشاكلة دي عن طريق الانهيريتينس فالانهيريتينس هنا كلا نعمله ان احنا هنافعل كلاس هنجمع فيه الخصائص المشتركة زي ما شرحنا قبل كده ااا الكل أزال ده هنيجي هنا هنسميه ااا يعني ابيستراكت حاجة كدا مجردة ابستراكشن هنسميه مثلا هنا اااا برسن فانه هعمل فايل اسمه برسن dot dart واد الكلاس بيرسون. وهبدأ بقى ناخد مسلا لو روحنا للكلاس كده نبدأ بالستودينت. هاخد الاتنين دول قط من هنا. وهنضيفهم في الكلاس بيرسون. تمام وكمان عندنا آآ هتقابلنا مشكلة هنا دلوقتي ان انا عند الايه الكونستركتور. تمام فهحتاج الكونستركتور معايا كمان بالمرة فهضيفه هنا. فهقول له بيرسون. اه ادي الكلاس بيرسون هنبعد this. الفرست نيم. و this. اللاست نيم نانشاليز هنا. اه مش هاخد تاني كده هنسيب مبداعيان دلوقتي كده هنمشي جزء جزء. اه ده بالنسبة للكلاس ستودينت هنا. هتقابلنا بقى مشكلة في الكلاس ستودينت. ان هو اصبح. اه. محتاج ان هو ايه. ينهيرت. فان عشان ناخد. الفرست نيم واللاست نيم. فانا اقول له ان انا هنهيرت. يعني هارس الكلام ده من البيرانت. البيرانت بتاعنا مين هنا. البيرانت هنا. اللي هو هنيجي هنا نقول له. استندس. استندس بيرسون. تمام? واصبح هنا ما عنديش this. الفرست نيم ولا مفيش هنا. يعني انا ما اقول له this. يعني باخد القيم احطها فين? اخزنها فيه الفيلدس اللي عندي هنا. هنا انا ما عنديش فيلدس خاص بلايه? هنا. الفيلدس. مفيش فيلدس خاص بالفرست نيم واللاست نيم. فانا هقول له هنا. هنبعد بقى هنا. كبرامتر كده. كبرامتر. string. الفرست. نيم. وهبعد كمان هنا. string. last name. last name. وهنا برضو فيه مشكلة. لان الكلام ده. المفروض طالما بيتبعت طالما هنروح للperson. فاحنا هناخد ال detail اللي هنا. مش هنخزنه عندنا. نحن هنخزنه عندنا عند البرانت. هتتخزن فين يا شباب. هتتقصين الفرست نيم واللاست نيم. هيتخزنه فين? هيتخزنه فيه البرانت اللي عندنا. هيتخزنه هنا. يبقى انا محتاجة ندع على الكنستراكتور ده. وابعت له الفرست نيم واللاست نيم. طب هندع عليه ازاي بقى من الشايلد هنا. هندع عليه ان انت هتيجي هنا وهتندي على سوبر. ممكن تجي هنا تعمل الكوسين دول وتقول له سوبر. وتبعت الفرست نيم. وكمان اللاست نيم. يبقى انا كده قدرت اخزن الفرست نيم واللاست نيم مش هيتخزنه عندي هنا في الكلاس ستودينت. لا ده هيتخزنه في الايه في كلاس تاني اللي هو البرانت. يعني بالزبط كده عشان تبقى الحيطة دي واضحة بالنسبة لنا كده. انت هنا لو انت جيت كده شرحنا الستاك والهيب قبل كده. احنا عندنا الستاك اهو. وعندنا الهيب. اه لو انت هتاخد object. من الستودينت. فهو عادي هاي قبل ما نعمل الانهيريتنس يعني. كنت بتعرف الابجيكت هنا. وكان بيبقى ليه ريفرانس هنا. يعني مثلا زي ما شرحت في المثال الاولاني ده. قبل ما اتكلم على الانهيريتنس. لو رحنا كده في المين. المين المين ايوه هنا. وفي المثال بتاعنا ادي فار اس وان اكوالي استودينت. ده كان بيعمل ايه? كان بيجي هنا. وكان بيعرف مكان في الممري. اسمه اس وان. وبيروح ينشئ object من نوع استودينت. وهنا كان بيخزن في الاستودينت هنا الفيرست نيم. مكان يخزن فيه الفيرست نيم. ومكان يخزن فيه الاست نيم. وكنا بنرجع بالادرس اللي هو زيرو اكس. ونخزنه هنا. ده في الحالة اللي قبل ما اعمل الانهيريتنس. اما عملت الانهيريتنس دلوقت. هو اصبح هنا بيعمل كالتالي. بيعمل object الاول. object هنا من نوع. object من نوع person. يبقى في الاماكن اللي هي الفيرست نيم واللست نيم. يبقى انا لو قدرت اكتب هنا هكتب هنا الفيرست نيم واللست نيم يتخزن هنا. ويروح يعمل مكان تاني. من نوع student. او object تاني من نوع student. حاول اسحب ده كده بس شوية. ده object او هو من نوع ايه. من نوع student. والممر هنا اللي هيتخزن بقى. zero. اكس مسلا. اه one. وده عنوانه zero. اكس. او الادرس بتاع اللي بتاع اللي تشيلد ده. طيب البطول هنا محتاج ياخد الفيرست نيم واللست نيم. طب الفيرست نيم واللست نيم مش يتخزنوا في البطول في الست نيم. ده هيبعتهم لمين. هيبعتهم للبطول بتاعه عشان يتخزنوا فين؟ يتخزنوا هنا وهنا. وهنا يعني في المثال بتاعنا احنا هنا اه لو رحنا للقلاس ستودنت اه قلنا له اما نبعت لك الفرست نيم واللست نيم هتبعتهم هتوديهم لمين هتخزنهم فين فالبيرنت بتاعك اللي هو اه سوبر بتعود على الفرست نيم واللست نيم فبالتالي اما جيت هنا و اه اديته مثلا محمد وفتحي هو ما تخزنوش محمد وفتحي ما تخزنوش في الايه في الكلس ستودنت دلوقتي لأ اتخزنو فين في البيرنت بتاعه اللي هو مين اوبشكت من نوع مين من نوع بيرسون هو و ادينا سوبر سوبر بتعود على مين على البيرنت يا شباب فبقول له سوبر وبعات له الفرست نيم واللست نيم فاللي حصل دلوقت ان انا قدرت تخزن هنا اه محمد وفتحي لو رجعنا بالشكل ده اتخزن هنا محمد ومعليش كده احنا مش ايه تعال بس كده نحاول نكتب وهنا كمان عندي اه فتحي وهنبدأ اتحرك كده عشان نزبطهم كده في المعاية هو بقى هنا محمد وهنا فتحي اتخزنو فين اتخزنو في البيرنت بتاعنا يا شباب اهو في الابشكت من نوع البيرنت هو ده معنى سوبر فانا بعتهم هنا خلي بالك اللي حصل ان انا اديت المحمد اديت المحمد للستودنت فالتشايلد ده للتشايلد فاخد الكيمة هنا بعتها قال له سوبر و اده له ايه و اده له القيمة فاتخزنة هنا وبعد كده بعت له فتحي اهو زي ما انت شايف معايا بعت له هنا مين اه اتبعت لده للستودنت الكونستوركتور اتبعت لللست نيم مثلا فتحي فاخدها ايه بعتها لليه للسوبر ما خزنهاش عندي فعشان كده ما استخدمتش ديس ما استخدمتش ايه ما استخدمتش ديس لا انا بعتها على طول مين لا اه البييرنت من هنا اتبعت للبييرنت فاتخزنت في البييرنت فده اللي هو الانهيلة ينسى شباب ويعني ايه السوبر شرحنا الكلام ده فبالتالي لو جينا هنطبع هيتشتغل تمام معايا مفيش اي مشكلة ولو جيت هنا وطبعت هيتضبع لداتا مظبوط اهو ادنا محمد فاتحي وبكده يكون وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة وان شاء الله هنكمل في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته